النقطة الثانية من الدرس المتعلق بالدولة هي الأركان سنحاول أن نحيط بأركان الدولة علماً بأنه الأركان سنميز ما بين الأركان الاجتماعية السوسيولوجية هي الموضوع هذه الحصة والأركان القانونية التي سنخصص لها حصة خاصة بها الأركان الاجتماعية طبعاً هي القاعدة المادية التي تتأسس عليها الدولة هي معروفة ثلاثة مجموعة بشرية رقعة جغرافية وسلطة حاكمة لذلك هي مجموعة بشرية مستقرة على إقليم معين محدد وتحكمها سلطة عامة طبعاً أرغم بساطة هذه الأفكار أو هذه العناصر فإنها في الحقيقة تجر وراءها نقاشاً واسعاً عميقاً سأثير ما ينفعنا منه بالنسبة لهذه الحصة أولاً المجموعة البشرية طبعاً هذه مسألة بديهية قاعدة القانونية نطلقنا في تعريفها في البداية من أنها قاعدة اجتماعية إذن نحن نتحدث عن مجتمعات إذاً افتراض تاريخ الروايات تحي بن يقضان الذي يعيش بمفرده لا يحتاج إلى دولة إذن ضروري مدام أننا نتحدث عن دولة الرخل الأولي سيكون هو المجموعة البشرية أي وجود مجتمع وجود مجموعة من الأفراد قد نختلفه في تسميتهم قد نسميهم جمعة أفراد نسميهم السكان نسميهم الشعب نسميهم الأمة لكن كيف ما كان الحال فهم مجموعة بشرية مفهوم السكان نوعاً ما إحصائي متجاوز لأنه عندما نقول عدد سكان المغرب هو كذا فنحن نخصر به سكان المغاربة والأجانب يعني الذين يقطنون فوق التراب الوطني في وقت معين في المغرب في فرنسا في بلسكا إلى آخره لذلك نستبعد هذا المصطلح وتبقى لدينا مصطلحين مصطلح الشعب الذي هو البابل ومصطلح الأمة لاناسيون بالنسبة لتمييز فيما بينهما قبل أن نغوص في ذلك سأنطلق من الأمة الأمة لاناسيون طبعاً هي مفهوم فلسفي يشمل تاريخ شعب معين ماضيه وحاضره ومستقبله إذا الأمة تجمع الماضي وحاضره المستقبل عندما نقول الأمة المغربية نقصد بها المغاربة الذين عاشوا هنا في المغرب أو الذين يعيشون حالياً أو الذين سيعيشون في المستقبل هذه لا ناسيون لكن عندما نتحدث عن الشعب المغربي الشعب هو الجزء الحي من الأمة هم الأشخاص من الأمة الذين يعيشون في هذا الوقت لذلك مسأل طبيعي أن نميز فيما بينهما طبعاً ما يهمنا هنا أن ندرس أولاً يعني الأمة باعتبارها المفهوم الأكثر ارتباطاً بالقانون الدستوري يجب أن لا ننسى نحن قلنا بأنه القانون الدستوري مثلاً في بعض التعريفات هو أداة للتوفيق بين السلطة والحرية في إطار دولة الأمة إذن ينبغي أن نبدأ بدراسة الأمة لنصل بعد ذلك إلى دراسة المفهوم الشعب الأمة يمكن أن نعرفها بتعريفين الأمة هي مجموعة أفراد مرتبطين فيما بينهم بروابط مادية أو معنوية أو هما معن يعني نستنبط من هذا التعريف أنه هناك عملياً هناك تعريفين لأن الأمة إما أن جمعها روابط مادية أو معنوية المقصود بالروابط المادية هي تلك الروابط التي تتمثل في العرق تتمثل في اللغة تتمثل في الدين وبالتالي فهي عناصر من الموسى عندما هي النظرية المعروفة بالنظرية الألمانية خاصة التي تعتبر بأنه الأمة أساساً هي عرق معين سلالة معينة طبعاً الذين دافعوا عن هذا التوجهد دفعوا المجتمع الدولي إلى حروب عرقية تذكروا الحزب النازي وما قام بها هيتلر من اعتبار أن العنصر الآري هو أرقاء الأجناس البشرية إذن هذه النظرية عملياً عنصرية أكثر منها كان يقابلها أو كان ظهرت إلى جانبها مفهوم فرنسي آخر يعتبر بأن الأمة يعني يمكن أن تجمعها روابط معنوية إذا كان يجمعنا الرغبة في العيش المشترك يعني لنا تاريخ معين عشنا مآسي معينة عشنا أفراح معينة هي كلها مسائل معنوية ولدينا تلك الرغبة في أن نبقى أن نعيش معاً إذن احترر أمة وقد تجتمعوا العناصر أو الروابط المادية والمعنوية على أين مهما كان الآن في الوقت الحالي يمكن للقول على أنه هذا النقاش أصبح نوعاً ما متجاوز لكن النقاش الحقيقي بالنسبة إلي في القانون الدستوري وهو علاقة هذه الأمة بالدولة لأننا نحن ندرس الأمة كارك من أركان الدولة ما هي العلاقة فيما بنام طبعاً المنطق يقتضي أن نقول بأن الأمة هي كيان بشري تبلور وتطور وتجسد سياسياً في الدولة إذن الدولة هي تجسيد سياسي للأمة مثل الأمة الفرنسية باش نبعد عن المغرب الأمة الفرنسية كانت موجودة ولكن الدولة الفرنسية بالنفهم الحديث ظهرت لاحقاً وهكذا إذن كان منطقي أن العديد من النظريات في البداية كانت تعتبر بأن الأمة هي المجموعة البشرية السابقة على الدولة هي التي كانت أساس تأسيس الدولة هذه وجهة نظر هناك ما ما يعتبرها هي غير صحية غير دقيقة هناك إمكانية للحديث عن الدولة الأسبق من الأمة لدينا أمثلة عن دول ظهرت دون أن تكون هناك أمة بعد نموذج الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية استقلت 1776 أسست الدولة الفيدرالية لاحقاً دستور 1787 ثم شرعت ولايات وشعوب أخرى تنضم إلى أن وصلت من 13 إلى 50 وبقي باب الهجرة مفتوحنا رسمياً أقول رسمياً إلى أن أغلقها الكونغرس بقانون في 1913 إذن الدولة حرامة من 1787 لكن وقف الهجرة ووقف تكوين الأمة يعني جاء لاحقاً إذن هذه دولة سابقة بل أكثر من هذا لدينا مثال حتى في تاريخنا الإسلامي نحن في الإسلام في بداية الإسلام ومع وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى تأسيس الدولة الإسلامية ولكن الدولة الإسلامية آنذاك كانت فرقعة جغرافية معينة لكن بعد ذلك تم توسعها تدريجياً بمعنى أنه الدولة وأركانها وعناصرها ومقوماتها وقوانينها جاهزة والأمة تتشكل إلى أن وصلت حالياً إلى مليار ونص وإن كانت مقسمة إلى دول لأسباب سياسية إذن أسبقية الدولة على الأمة يعني يجب أن لا نحسم فيها فقط بالمنطق ولكن بدراسة كل حالة على حدا الآن هذه الأمة بهذا المفهوم سياسياً نحن نتحدث ينبغي أن نتحدث عن الأشخاص الموجودين حالياً الذين هم يكونون الشعب إذن الشعب الآن كاركن من أركان الدولة هل هو مجموعة بشرية ينبغي أن تتوفرها في خصائص معينة أو عدد معين أو إلى آخره من هذه الزاوية ينبغي القول على أنه عدد أفراد الشعب المجموعة البشرية المشكلة للدولة لا يؤخذوا بعي الاعتبار هناك دولات ودول لا عدد سكان بالآلف وبعضها بالملايين وبعضها وصل أوفاق المليار إذن المليار العددي ليس أساساً بل شخصية الدولة هي التي تكسبها عضوية في المجتمع الدولي مثلاً بغد النظر مثلاً دولة البحرين دولة في الأمم المتحدة جزر القمور دولة في الأمم المتحدة المغرب دولة في الأمم المتحدة الصين دولة في الأمم المتحدة وهكذا إذن من ناحية القانونية المحدة هذه الدول متساوية بغد النظري عن عدد سكانها لكن هذا لا يمنع من أنه بعض الباحثين يحاولون تدقيق هذا الموضوع الأمر ليس بهذه السؤالة لذلك يتساءل هل إذا كان من ناحية القانونية لا يهم لكن من ناحية الواقعية عدد سكان هل هو مهم أم لا أحيانا في بعض الدول نجد بأنه عدد سكان قليل لكن عطاعت الدولة بإمكانيات أخرى وبتنظيم معين أن تنمي نفسها بشكل أرقى من دول لها عدد سكان كبير جدا لدينا دول لها نفس عدد سكان بعضها متقدم وبعضها متأخر إذا عدد السكان إذا لم يكن من ناحية القانونية له دور معين فإنه من ناحية الواقعية يلعب طورا في إبراز قوة الدولة لاحظنا مثلا في هذه الفترة العصيبة التي تمر منها المجتمع الدولي بأنه الصين رغم أن عدد سكان يفوق المليار ونصف الأخير ولكن مع هذه الآفة نظمت نفسها بشكل تجاوزت به الأزمة ربما أفضل من دول لعدد سكان أقل إذن العبرة ليست بالعدد وإنما بإمكانيات أخرى ربما يمكن أن تعالج في دروس أخرى خاصة دروس الاقتصاد من حيث معرفة موارد هذه الدولة وكما سنرها عند الحديث عن العنصر الثاني الذي هو إقليم الدولة شكراً وإلى حصة أخرى تحياتي شكراً وإلى حصة أخرى شكراً وإلى حصة أخرى